في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآني يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستان أحلى من عسل البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم آمين أيها الإخوة والأخوات اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن سيرة عطرة لإمام جليل من أئمة القراءة وهو الإمام أبو عمر الداني رحمه الله تعالى من هو الإمام أبو عمر الداني و ماذا يمثل في علم القراءات و في نقد القرآن الكريم الإمام أبو عمر عثمان ابن سعيد ابن عثمان ابن سعيد ابن عمر رحمه الله تعالى الإمام الحافظ أبو عمر الأموي مولاهم لأنه كان مولا لبني أمية في الأندلس القرطبي المعروف في زمانه بابن الصيرفي اسمه في زمانه الذي كان مشهورا به ابن الصيرفي لم يكن يقال له أبو عمر الداني إنما صار يسمى كذلك لاحقا لكن شهرته في زمانه ابن الصيرفي والإمام أبو عمر الداني رحمه الله ولد سنة 371 وتوفي سنة 444 يعني مر على وفاته إلى يومنا هذا يوشك أن يكون مر على وفاته ألف سنة ألف سنة تقريبا بالضبط يعني بقي لنا على ذلك ثلاث سنين بعد ثلاث سنوات يكون مر على وفات الداني ألف سنة فولادته كانت في سنة 371 من الهجرة النبوية الشريفة وابتدأ بطلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة كان عمره خمستاشر سنة عند بدء طلب العلم وهذه السن سن متأخرة لطلب العلم يعني ممكن طلب العلم يكون قبل ذلك لكن لما نتكلم عن طلب العلم نتكلم عن التوسع في الطلب والبدء بالدروس العلمية المنظمة لا أظن أن هذا الوقت هو الوقت الذي بدأ فيه حفظ القرآن ليس هو الوقت الذي بدأ فيه حفظ القرآن لكن البدء بطلب العلم في هذه السن أيضا سن تدل على عناية واهتمام وجودة بإذن الله تعالى والإمام أبو عمر الداني أصلا رجل حافظ كبير وذكي جدا كما سيتبين لنا من بعض النقولات التي نقلت عنه رحمه الله تعالى وبدأت رحلته في طلب العلم بعد إحتى عشرة سنة يعني كان عمره تقريبا ستة وعشرين سنة رحمه الله عندما ابتدأ بالرحلة فرحل إلى المشرق سنة ثلاثمائة وسبعة وتسعين هو مولود تلتمية واحدة وسبعين ورحل سنة ثلاثمائة وسبعة وتسعين رحمه الله يعني عمره ستة وعشرين سنة رحل إلى المشرق لأنه من أهل الأندلس فرحل إلى المشرق ومكث في القيروان أربعة أشهر والقيروان حاضر عظيما من حواضر العلم في الإسلام فمكث فيها أربعة أشهر ثم خرج منها وذهب إلى مصر فأقام بها سنة يتلقى العلم كما ذكرنا في حلقة الإمام طاهر بن غلبون شيخه أنه أقرأ أبا عمر الداني أبو عمر الداني رحل إليه وقرأ عليه في مصر فكان مكث أبي عمر الداني في مصر سنة ثم حج بعد هذه السنة وتابع رحلته ثم رجع إلى الأندلس في سنة ثلاثمائة وتسعة وتسعين يعني مكث في رحلة خروجه إلى حين عودته سنتين تقريبا وخرج منها بعد ذلك ليرابط في الثغر سنة أربعمائة وثلاثة من الهجرة فجلس في سرقسطة سبعة أعوام هو الذي يحكي هذا ويخبر به مكث في سرقسطة على الثغر الثغور يعني الحدود الإسلامية ليحمي البلاد الإسلامية والثغور مكث سبعة أعوام رحمه الله تعالى ثم رجع إلى قرطبة وبعد ذلك رجع إلى دانية وعمره ستة وأربعون سنة واستوطنها رحمه الله تعالى حتى مات يعني من سنة أربعمائة وسبعتاشر من الهجرة إلى وفاته سنة أربعمائة وأربعين رحمه الله تعالى فأخذ الإمام الداني رحمه الله القراءة عن عدد من الشيوخ فقرأ بالروايات على عبد العزيز بن جعفر وابن خاقان وابي الفتح فارس بن أحمد وابي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون رحمه الله الجميع وسمع كتاب السبعة لابن مجاهد على تلميذه أبي مسلم الكاتب أبو مسلم الكاتب من أجل تلاميذ ابن مجاهد فسمع أبو عمر الداني كتاب السبعة للإمام بن مجاهد الذي أفردنا له حلقة سمع كتاب السبعة على تلميذه ابن مجاهد أبي مسلم الكاتب كذلك لم يكن الإمام أبو عمر الداني رحمه الله مقتصرا في التلقي والرواية على القرآن الكريم والقراءات فقط بل سمع الحديث من جماعة من الشيوخ رحمهم الله جميعا وبرع في غاية ما برع في القراءات في علم القراءات والعلوم المتعلقة بها من الرسم والضبط وكان له براعة في الحديث ورجال الحديث ورجال القراءات وكان بارعا في العربية وغير ذلك من العلوم إمام فحل من فحول العلماء أستاذ من كبار الأساتذة عالم من أجل العلماء هذا الحافظ الكبير أبو عمر الداني رحمه الله تعالى صنف التصانيف البديعة في فنون شتى مش بس فقط في القرآن الكريم أو علم القراءات صنف في القراءات وصنف في رسم المصحف وصنف في عدد آيه وصنف في ضبطه وصنف في القراءات الشاذة وصنف في الحديث صنف في التراجم مصنفاته تزيد على مائة وعشرين كتابا رحمه الله تعالى وقرأ عليه عدد كبير من التلاميذ من أجلهم والذين يهمنا شأنهم أبو داود سليمان بن نجاح وسنتكلم عنه في حلقة لاحقة بإذن الله تعالى كما قلنا لكم نحن نركز على سلسلة الرجال الذين وصلت إلينا رواية حفص من خلالهم أكثر ما نركز عليه في تراجمنا هذه السلسلة رجال رواية حفص عن عاصم لذلك نعتني ببعض الأسماء أكثر من غيرها لا انتقاصا من غيرها من الأسماء أو لعدم أهميتها لا ممكن يكون بعض الأسماء لها أهمية أكبر في عموم النظر إلى علم القراءات لكن نحن نركز على رجالنا رجال سلسلة رواية حفص في هذا الموسم بإذن الله تعالى أبو القاسم بن بشكوال كان يتكلم عن أبي عمر الداني رحمه الله انظروا ماذا يقول عنه رحمه الله يقول أبو القاسم بن بشكوال كان أبو عمر أحد الأئمة في علم القرآن رواياته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه شوفوا التوسع وجمع في ذلك كله تآليف حسانا مفيدة يطول تعدادها وله معرفة بالحديث وطرقه وأسماء رجاله ونقلته وكان حسن الخط جيد الضبط من أهل الحفظ والذكاء والتفن دينا فاضلا ورعا سنيا ويقول المغامي وهو من أحد رجال القراءات وعلم رسم المصحف الذين لهم باع وتآليف مهمة في هذا الباب يقول كان أبو عمر الداني مجاب الدعوة مالكي المذهب نعم هو كان مالكي المذهب وكان يعني اشتهر عنه أنه كان مجاب الدعوة رحمه الله تعالى وللإمام أبي عمر الداني كتب كثيرة في فنون شتى من العلم يهمنا كثيرا أن نعطي لمحة عن بعض هذه الكتب وأهم كتاب يعنينا فيما كتبه الإمام أبو عمر الداني في مجال نقل رواية حفص عن عاصم وغيرها من القراءات كتابه التيسير في القراءات السبع كما قلت لكم من قبل الإمام بن مجاهد أول من سبع السبع معنى سبع السبع يعني جعل هذه الكتلة من القراء السبع المعروفين جعل لهم هذه الشهرة وجعل في مؤلفاته مؤلفه كتاب السبع في القراءات انتشر وكان له صيت كبير لمكانته في الدولة وثقله في المكان العلمي وكان لكتاب السبع أثر بعد ذلك كما قلت لكم تلقى أبو عمر الداني كتاب السبع عن أبي مسلم الكاتب عن مؤلفه ابن مجاهد فلكتاب السبع كان أثر في صقل الجانب العلمي عند الإمام الداني رحمه الله وجعل له عناية فريدة وخاصة بهؤلاء القراء السبع وألف فيهم أكثر من كتاب أجل هذه الكتب وأكثرها مكانة وشهرة كتاب التيسير في القراءات السبع وكتاب جامع البيان في القراءات السبع كتاب التيسير كتاب مختصر مختصر جدا يعني مجلد واحد صغير ذكر فيه أشهر ما ورد عن هؤلاء القراء السبع من الأحكام ومنهم طبعا حفص عن عاصم وكان لكتابه هذا كتاب التيسير عناية كبيرة بعد ذلك ومسار في التأليفات يعني عجيب جدا جدا لا عد له ولا حصر اليوم نحن ننقل هذه القراءات السبع بالإسناد من خلال كتاب التيسير للإمام أبي عمر الداني كما سيتبين لكم إن شاء الله مع الحلقات وتأتينا في التراجم يأتينا في التراجم الحديث عن هؤلاء الرجال وكيفية الحركة العلمية والمسار العلمي في هذا الجانب أيضا من كتبه الجليلة كتاب جامع البيان وليس مختصرا يعني كتاب التيسير كتاب مختصر جدا كتاب جامع البيان كتاب متوسع جدا في طرق القراءات السبع عرفنا طبعا ما معنى الطرق وقلنا إن القراء السبع تلاميذهم يسمون رواة تلاميذ الرواة يسمون طرقا وما بعد ذلك يعني أبو عمر الداني يسمى ماذا يسمى طريقا يسمى طريقا تلاميذ أبو عمر الداني طرق إلى زمين هذا نحن طرق أيضا توصل إلى هؤلاء الآئمة فالطرق الموضوعة في جامع البيان متوسعة وكثيرة جدا أما الطرق الموجودة في التيسير فهي محدودة جدا ومختصرة للغاية وهو أصلا وضع كتاب التيسير حتى يحفظه القراء يحفظونه كان لكتاب التيسير أثر جليل بعد ذلك في مسار تلقي القراءات كما قلت لكم ومن المنظومات التي نظمت كتاب التيسير في القراءات السبع منظومة الشاطبية كما سنعرف بها إن شاء الله بعد ذلك في حلقة خاصة بالإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إذن نحن لما نقرأ من طريق الشاطبية لمن يفهم ذلك والذي لا يفهمه لا يقلق سنبينه لاحقا إن شاء الله من يقرأ من طريق الشاطبية فهو يروي عن الإمام الشاطبي والإمام الشاطبي يروي بإسناده إلى أبي عمر نداني ما ذكره في كتاب التيسير الذي تلقى محتواه الإمام أبو عمر من شيوخه الذين ذكرناهم رحمهم الله تعالى أيضا ألف في طبقات القراء كتابا لطيفا هو غير موجود الآن لكنه كان مصدرا ثريا بالمعلومات أثر في بيان هذه الفوائد عن هؤلاء الآئمة بعد ذلك ونقل عنه كثير من الآئمة واستفدنا من ما نقلوه عن الإمام أبي عمر الداني في كتبه في طبقات القراء وأخبارهم وله كتب أيضا في الوقف والابتداء له كتاب المكتفى في الوقف والابتداء مر فيه على القرآن الكريم من أوله إلى آخره يبين المواضع التي يجوز فيها الوقف وحكم الوقف عليها بالتفصيل وكما قلت لكم كتبه كثيرة جدا جدا تزيد على مائة وعشرين كتابا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عننا خير الجزاء الإمام أبو عمر الداني رحمه الله تعالى أيضا مما ذكر عنه يقول المغامي كما قلت لكم كان أبو عمر الداني مجابة دعوة مالكية المذهب قرأت بخط شيخنا هو يقول الحافظ عبد الله بن محمد بن خليل رحمه الله قال قال بعض الشيوخ لم يكن في عصره ولا بعد عصره بمدد أحد يضاهيه في حفظه وتحقيقه هذا الإمام أبو عمر الداني بمدد كان فريد عصره في زمانه وبعد زمانه بمدد لم يكن مثله أحد يضبط ضبطه ويحفظ حفظه لا تعجبوا من ذلك الإمام أبو عمر الداني ماذا يقول هو نفسه يقول ما رأيت شيئا إلا كتبته ولا كتبته إلا حفظته ولا حفظته فنسيته يعني شيء عجيب جدا كلمة ثقيلة مخيفة والله كلمة عظيمة جدا ما رأيت شيئا إلا كتبته ولا كتبته إلا حفظته ولا حفظته فنسيته سبحان الله هذا يدل على ساعة العلم والثبات والقوة في استحضار هذه المسائل العلمية وكان يسأل عما يتعلق بالعلم أي مسألة علمية في أي فن من الفنون فيما يتعلق بالآثار وكلام السلف فيوردها بجميع ما فيها مسندة عن شيوخه إلى قائل هذه المسألة شوفوا ساعة الحافظة كيف هي سبحان الذي يعطي سبحان الوهاب سبحانه وتعالى ويقول الإمام بن الجزري رحمه الله ومن نظر إلى كتبه علم مقدار الرجل وما وهبه الله تعالى فيه فسبحان الفتاح العليم شوفوا يعني وكان الإمام أبو عمر الداني كتبه هذه مؤثرة جدا كما قلت لكم في تاريخ رواية القراءات ونقل الروايات بعد ذلك في العصور التالية توفي الإمام أبو عمر الداني رحمه الله تعالى في منتصف شوال من عام 444 من الهجرة رحمه الله ودفن في يوم وفاته بعد صلاة العصر ومشى سلطان دانية أمام نعشه لجلالة قدره يعني نزل الأمير دانية وسلطان دانية وصاحب دانية مشى أمام هذا النعش وشيعه خلق كثير لا يحصون لا يحصون كثرة خرج الدانية كلها تشيع الإمام أبو عمر الدانية رحمه الله رحمة الأبرار وكان رحمه الله تعالى من أئمة السنة معتنيا بذلك وله في ذلك تآلف وتصانيف كثيرة ومن ذلك أروي لكم بعض الأبيات التي ألفها رحمه الله تعالى في هذا الصدد ومن ذلك قوله في أرجوزة طويلة عن القراءة وما يتعلق بها من ديانة القارئ لأنه كان الإمام أبو عمر الداني ليس مقتصرا في تآليفه على فن واحد يعني الكتاب مثلا هو مؤلف في القراءات لكنه مليء بالعلوم الأخرى التي تدعم وتوضح المسائل المتعلقة بالقراءة كم موسوع رحمه الله تعالى ولذلك ألف منظومة في القراء ومع ذلك ذكر فيها آدابا وأحكاما في العقائد وفي العبادات وفي الأحكام وفي المذاهب ونبذ الابتداع والحض على الاتباع للسنة ومن ذلك رحمه الله من ذلك قوله رحمه الله تدري أخي أين طريق الجنة تدري أخي أين طريق الجنة طريقها القرآن ثم السنة أو تدري أخي أين طريق الجنة طريقها القرآن ثم السنة كلاهما ببلد الرسول وموطن الأصحاب خير جيلي ومعدن الأتباع والأحبار والفقهاء الجلة الأخيار فاتبعا جماعة المدينة فالعلم عن نبيهم يرغونه هنا كما تلاحظون الإمام الداني رحمه الله مالكي المذهب والإمام مالك يقول قراءة نافع سنة لماذا جعلها سنة؟ لأن عليها عمل أهل المدينة فمن أصول المذهب المالكي العناية بعمل أهل المدينة في صدر الإسلام عمل أهل المدينة في صدر الإسلام ليه؟ لأنهم قريب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم والمجتمع المدني هو مجتمع من الصحابة والتابعين فلا يشيع بينهم أمر من أمور الدين لا يكون له أصل يعني أكيد كيف يشيع بينهم ويصير من عادتهم أمر معين من أمور الدين ولا أصل له أو هو مبتدع أو ليس صحيحا وهو شائع بينهم وبينهم الصحابة والتابعون لذلك كان لعمل أهل المدينة رونقا وجلالة واهتماما خاصا في المذهب المالكي والإمام أبو عمر المالكي المذهب لذلك يقول كلاهما ببلد الرسولي يعني القرآن والسنة وموطن الأصحاب خير جيلي ومن أقواله رحمه الله تعالى أيضا في هذه الأرجوزة يقول وَجَانِبِ الْأَرَاذِلَ الْمُبْتَدِعَةَ وَاعْمَلْ بِقَوْلِ الْفِرْقَةِ الْمُتَّبِعَةَ وَالطَّرِحِ الْأَهْوَاءَ وَالْآرَاءَ وَكُلَّ قَوْلٍ وَلَّدَ الْمِرَاءَةَ هذه آداب آداب هو يذكرها للقراء وهي آداب لعموم المسلمين وطلبة العلم إذا رأيت المرأ قد أحب أئمة الدين وعنهم ذب كمالك والليث والثوري وابن عيينة المفت التقي والفاضل المعروف بالأوزاع ومثلهم من أهل الاتباع كابن المبارك الجليل القدر والشافعي ذي التقى والبر وعابد الرحمن وابن وهب وصحبهم أكرم بهم من صحب والقاسم العالم بالإعراب والفقه والقرآن والآداب وأحمد بن حنبل الإمام ونظرائهم من الأعلام وهكذا يقول في هذه الأبيات الجميلة التي نلاحظ فيها تأصيله لصحة المنهج وأن القارئ ينبغي أن يكون صحيح المنهج متبعا للسنة متبعا للآثار وأن يجانب أهل البدع وأن لا يأخذ بآرائهم وما يقولونه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا هذا الإمام خير الجزاء وأن يتقبله في الصالحين وأن يرفع درجته في عليين ويلحقنا وإياه بسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم والحمد لله رب العالمين في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآني يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستاني ترجمة نانسي قنقر